عايزين نتكلم قبل ما فقرتنا تقلص عن الأهلي ومشاركة الأهلي في كاس العالم الأنديم كان المرات تمنى برح بالليل الأهلي باتت الأهلي سفرت من مغرب والنهارده من شوية وإحنا على هوا كان أول تدريب نتكلم عن مشاركة الأهلي وشايف إزاي إن شاء الله كده ماتش يوم الأربع إحنا متفقلين بالأهلي في هذه البطولة نادل الأهلي من سبع مشاركات قبل كده خدت تلاتة برنزيم يعني من أكثر الفرق اللي شاركت في منديال الكاس العالم عنده مجمع من خبرات أعتقد كمان فرصة النادي الأهلي مع الاستقرار الفني لشاهد النادي الأهلي في بطولة الدوري فوزه في آخر مباراة وفوزه قبل كده على الزمالك فوزه على البنك الأهلي وسلسلة الانتصارات اللي بحقق النادي الأهلي دي هتدي له دافع قوي جدا 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 مع الصفقات الجديدة أعتقد النادي الأهلي يعني هو بياخد مش عاوزين نقول النادي الأهلي لو فاز هيقابل في الدور قبل النهاء ريال مدريد عنده أول مباراة مع اوكلان سيتي بعد كده هيقابل بطلة شمال أمريكا وبعد كده هيقابل خلينا نقول نمشي خط وخط النادي الأهلي لو قدر يفوز في المباراة الأولى على اوكلان سيتي إن شاء الله يوم الأربع القادم بإذن الله يقدر النادي الأهلي بخبراته عنده مجموعة من الخبرات الكبيرة جدا حمد الشناو وقفشا وعمر السولية ومجموعة وحمد فاتحي وقاليو ديانج وعلي معلول لأ عندك مجموعة مهمة جدا 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 داخل النادي الأهلي تقدر تصنع الفارق مع النادي أهلي في هذه البطولة وميزة حلوة إن الراضي الأهلي رايح كاسي العالم هو منتشي وحصل على المركز الأول فديها تفرق معه معنويا كمان الأهلي لو تراجع مستوى كالفات أخيرة ونتائجه مش حلوة كانت تأثر على اللعابة نفسيا جدا جدا ولكن الأهلي عنده فرصة كبيرة جدا إن وارد جدا إن شاء الله إن يوصل لأبعة حدود إن شاء الله ربنا يكرموا بقى النسخة دي إن يوصل للنهاء إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله